الحرب الروسية في أوكرانيا يعني طبعا معروف ان أوكرانيا وروسيا من اكبر دول مصدرة للاقمح العالم نعم طمح نعم اليوم عم نقلق تقارير ان في دول عربي كثيرة رح تتأثر وفي مقدمتها مصر المغرب الجزائر الى اخره احنا وين من هاي التأثير وعندما تقول الحكومة انه مخزونا تسع اشهر يكفي من القمح ماذا يعني ذلك يعني ايش بيعني للمواطن بس كابل جاوبني الاثر الاثر علينا على موضوع الحرب اللي الداخل الان لانه الحكومة تقول انها لا تستورد الاقمح من تلك الدول لكن اليوم حتى سلاسل التوريد كلها تضررت ويعني حتى الدول المصدرة للقمح اليوم بتعاني واصبعت يعني تنكفع على نفسها وتغلق باب التصدير ممتها زي النقطة المهمة اخي صار اللي اتحدثت وصار يعني بيحكي لك انه انا بدي امن الان مخزوني انا الغذائي انا صحي والقمح والشعير والكذا حرب بسيطة حدثت بابين دولتين لحد الان احنا ما بنحكي عن مدي زمني العالم كله غير استراتيجيته فيما يتعلق بالسرع الاساسي مش بس احنا حتى الدول المتقدمة الدول الكبيرة غيرت من سياستها فيما يتعلق بتبحث من اين سيتم استيراد القمح مرضمة الفاو بتتحدث الان عن انه يجب ان يكون في دعم لعملية زراعة القمح في كل دول العالم 30% من انتاج العالم من القمح تنتجو الاوكرانيا ووروسيا صح احنا تركيزنا في القمح احنا استيرادنا من تقريبا من كندا وامريكا لكن ايضا هذه الدول حينما يصير في ضغط على كندا وامريكا احنا بدلت طلب عالي وبدل يصير في طلب الطلب العالي شو بدي يحدث عننا اول ايش احنا النقل اصبح عالي جدا وبالتالي السعر بد يكون عالي وكذلك الامر الطلب لما يكون عالي بد يزيد عندك السعر وبدل تتفكر الدول ايضا اللي بتنتج القمح ان يكفي القمح مواطنيها فبالتالي انت عملية حتى عملية جلب هذه المواد ستكون فيها صعوبة هذا يدعونا الى ان احنا نفكر في عملية زراعة اعتماد على الذات في الزراعة استغلال مواردنا استغلال امثل فيما يتعلق بالمضي قدما الى الامر الغذائي الامر الغذائي اخ عصام حتى يكون فيه تعريف ومفهوم للناس وانت تحدثت بجملة مهمة الامر الغذائي والمخزن الغذائي والفرق ما بينهم الامر الغذائي المنظمات المعنية بالامر الغذائي في الامر المتحدي تعريفها للامر الغذائي باعتمد على ثلاث ركائز رئيسي توفير الغذاء بشكل متوفر بكميات متوفر لمواطنيك مأمونية الغذاء ايضا النقطة الثانية ان يكون غذاء صالح بسلامي ومعايير جودي صالحي لعملة السلاك والاخر اللي هو ان يكون فيه متناول يد الجميع انتحدث عن سعر الان وهذه الاشياء لا تتحقق اطلاقا الا حينما تكون انت صاحب هذه السلعة احنا اليوم كذلك الامر في دول في الامر الغذائي تتحدث اغتصل الى درجة الامر الغذائي المطلق يعني الدول مش كثيرة لكن هذه الدول خاصة في السلعة الاساسية والرئيسية لا فيه دول بتحققها هاي الدول ايضا انسى الفائد للقيم الغذائي ايضا بتكون قرارها السياسي مش معتمد على اي دولة اخرى كذلك الامر اقتصادها قوي نسبة البطالة والفقر فيها بتكون قليلة جدا والمحرك للقطاع الاقتصادي فيها بيكون كبير جدا يعني انت الان لما تتحدث عن الدول اللي فيها الامر الغذائي المطلق حتى يعني العملتها الصعبة موجودة فيها اقتصادها قوي